نروح للخبر اللي بعد كده الحقيقة الخبر اللي بعد كده خبر إنساني أول فيه سباحة يابنية اسمها طبعا إيكي سباحة يابنية دي خدت خمس مادليات أولمبية في دورة الأولمبيات للشباب من سنتين وهذه دي السباحة دي وكانت مرشحة لمادليا أولمبية في توكيو 2020 السباحة دي للأسف حصلها أو جالها مرض السرطان الدم خلينا أقول لحضراتكم يعني تخيلوا كده لعبة بتستعد البطولة واخد خمس بطولات العالم كل منتصدق دي أهلها قاعدين أو زملاتها أو أسرتها قاعدين بيتابقوها طبعا رجعت من شهر فبراير جالها سرطان الدم في شهر فبراير رجعت تاني بتحسنت رجعت عامة 100 متر فراشة داخل البطولة اللي هي طبعا بنشوف منها الأقطات اللي حضراتكم شايفينها دي الحقيقة وحققت في البطولة دي رقم أقل من الرقم بتاعها يعني هي بتحقق مفروض 24 سنة حققت 26 سنة طبعا كل التحايا والتقدير الحقيقة إن حد يتغلب على هذا المرض ويرجع يبقى حريصه إنه يبقى على منصات التتويج أو يشارك في سبقات ويحاول يصارع هذا المرض اللعين الحقيقة دي قصة إنسانية يعني مش ناس كتير جدا تقدر تعرفها اللي إذا كنا ما جمتناشتوا حضراتكم الخبر ده خلينا أقول لحضراتكم إنه هي مش بتلعب على توكيو 2021 يعني للأسف المرض اللعين مش هيمكنها إن هي تقدر تاخد مديلة في 2021 ولكن هي بتلعب على 20-24 طبعا الرياضة أمور إنسانية جدا وهي جزء من الحياة وبيمر باللعب أمور في حياته يتغلب بيها ويجعل الأحسن ترجمة نانسي قنقر